السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور خالد مهني وإن شاء الله هنشرح دلوقتي أول واحد من الامينو أسد ميتابوليزم أو الامينو أسد وهو الجليسين الجليسين واحد من أهم الامينو أسد يعني كميته في الجوة جسمنا رهيبة يعني بلا مبالغة أقدر أقول أنه يمثل واحد على ستة تقريبا من كمية الامينو أسد اللي موجودة جوة جسمنا بجانب طبعا أن تطلع منه حاجات كثيرة جدا مهمة في الميتابوليزم وفي الأصغر فانكشنز يعني الجليسين هو أصغر امينو أسد لو بصينا على الستراكشر بتاعه هيتكوم من 2 كاربون وفيها امينو جروب الابريفيشن بتاعه الابريفيشن جلوكوجينيك أمينو أسد وهو جسمك يقدر يخلقه الرسمة التي قدامكم هو ملخص المفروض أن نكون عارفينه وممكن يبقى موضع سؤال في الامتحان يعني أقول لك هو الجليسين يا جماعة يتخلق من السيرين أمينو أسد السيريونين أمينو أسد من الجليوكزالك أسد من الكولين أو يتخلق دينوفو دينوفو يعني من كاربون ديوكسيد وأمونيا هذا هو الجليسين دائما الفيد أي أمينو أسد يقسمه إلى كاتابوليزم أو كاتابوليزم الكاتابوليزم يعني أنه سيتكسر وهنا الجليسين عندما يحصل له كاتابوليزم يتحول إلى كاربون ديوكسيد إلى أمونيا ممكن يحصل مع بنزويك أسد ويديني هيبيوريت أو أنه يتحول إلى سيرين أمينو أسد وبعد ذلك سيرين أمينو أسد سيحول إلى بيروفيت وبعد ذلك سيتحول إلى جلوكوز الأنابوليك فيت معناها الآخر ممكن أن تتشارك معيه دائماً يا جماعة في الأنابوليك فيت أمينو أسد أن يشارك معي في عملية تخليل البروتين هذا الوظيفة الرئيسية المممكن أن يدخل في تركيب هيم سينستيسيز البيوريين سينستيسيز الجلوتا سيون غيراتين كل الأشياء وهذه الحاجات هي أنابوليك فيت يعني يقدر يدخل فيها الجيليس عشان كده قلت لكم الجيليسون هو مهم جدا 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 بجانب ان ممكن يحصل متابوليك ديفكت في الميتابوليزم التاع الجيليسون فيعمل حالة اسمها برايماري هايبر اوكزالوريا او حالة اسمها جيليسينيوريا كلمة يوريا دي لما بتلاقيها معناها ان المادة نزلة في اليوري كلام جميل تعال نخلق الجيليكوجين انا قلت في السلايد اللي فات انا بخلقه ولكن اتكلم مورسش второй ثان flightينه ذهي الدياتري بروتين ما تنسى هناك فارق بين ellos معنى ان هو بخله جوا الجسم من انما ثان seben سوارس اهم صورص له الجيليسين هو الدياتري بروتين ممكن يتخلق جوا جسمنا من السيريونين امينو اسد هذا السيريونين امينو اسد عن طريق انزيم اسمه سيريونين قلتOL сил سيتحول الي جلسل واسيتال ضهايد يحتاج ال voluntarily hacer P.L.P عنا يجيب عن فيتامن Pi 6 اسكو انزين ممكن أخلقه من السيرين أمينو أسد عن طريق إنزيم اسمه سيرين هيدروكسي ميسايل ترانسفر ريز وده بيحتاج تيترا هيدرو فوليك أسد اللي هي الـ FH4 ده هو التيترا هيدرو فوليك أسد ناخد بالنا أن الرياكشن بتاعي ريفيرسابول وده اللي بيخلي السيرين نون إسسنشيال والجليسين برضو نون إسسنشيال ممكن أخلقه من حاجة اسمها جليوكزاليك أسد بعملية اسمها trans-amination هو أنا trans-amination لو شلت الأمينو جروب من الجليسين هيتحول لجليوكزاليك أسد وبالتالي العملية ريفيرسابول فأنا ممكن أنق الأمينو جروب لجليوكزاليك أسد أو اللي أنا كاتبها عندكم جليوكزاليك في وجود إنزيم اسمه أمينو ترانسفر ريز أو ترانس أمينيز مش لازم تحفظ الإسم الملاعب ده اسمه ترانس أمينيز خلاص هياخذ الأمينو جروب من الألنين الألنين سيتحاول إلى بيروفيت في وجود فيتامين بي 6 لأن الفيتامين بي 6 هو كو أنزيم للترانس أمينيشن رياكشن ممكن أخلقه من الكولين وهنأخذ حاجة اسمها كولين سايكل بعد كده ممكن أخلقه دينوفو يعني دينوفو يعني أنا هجيب كاربون دايوكسايد وأمونيا دينوفو معناه أن أنا ما عنديش أمينوأسد وأنا بخلق أمينوأسد جديد أنا هجيب كاربون دايوكسايد وأمونيا في وجود N5N10 مثالين تيتراهايدروفوليك أسد اللي هو التيتراهايدروفوليك أسد كصورس لمجموعة الميثايلين في وجود NADHH Plus أو NADBHH Plus الانزيم اسمه Glycensensis في وجود PLB خدوا بالكم كل الرياكشنز اللي أنا كتبهم قدامكم دلوقت الأربعة دولة محتاجين PLB أو فيتامين بي 6 وعشان كده أنا قلت في محاضرة الفيتامين بي 6 إذا زكرا الفيتامين بي 6 زكرا الأمينوأسد ميتابوليزم المهم هيتكمن عند جليسين نفس الرياكشن ده قدامكم عندما تكلم عن الرياكشن هتلاقي ان الجليسين ممكن يتكسر الى كربون ديوكسايد وامونيا هو الرياكشن أنا كتبه قدامكم انه هو الريفيرسابول الواقع انه الريفيرسابول لان انا لو حبيت اخلي الرياكشن يعني اخليه بيتحول من الجليسين لكربون ديوكسايد وامونيا في الحالة دي الانزايم هيبقى اسمه جليسين كليفج انزايم جليسين كليفج انزايم يبقى ده هي السورس بتاعة الجليسين بس ما ننساش ان انا شرحت برضو واحد من الكتابوليزم ان الجليسين ممكن يتكسر الى كربون ديوكسايد وامونيا نفس الحاجات اللي مكتوبة على السهم معدل PLP وهغير اسم الانزايم من جليسين سنساز الى جليسين كليفج انزايم لما اجي بعد كده في مادة اسمها كلين والكلين يا جماعة هي المكتوب ناحية ايدكم اليمين في النص هو الترايميثايل ايثانولامين ترايميثايل ايثانولامين انا بخلاه ازاي من الجليسين عندك الجليسين ناحية ايدك الشمال من فوقها الجليسين عن طريق انزيم اسمه سيرين هيدروكسي ميثايل الترانسفيريز اللي انا لسه اعجله من شوية وهو يحول السيرين الى جليسين او العكس احوله الى سيرين هعمل ديكاربوكسيليشن للسيرين يعني هطير منه الكربون ديوكسايد فهحول السيرين الى ايثانولامين وانتو عارفين ان الديكاربوكسيليز شرحتها هنا في محاضرة الديكاربوكسيليشن فالانزيم اسمه سيرين ديكاربوكسيليز وده بيحتاج البي إلبي او فيتامين بي سكس آز كونزايم الايثانولامين بمجرد ما تخلق هنقله ثلاث مجموعات ميثايل من اس ادونوزايل ميثاينين عشان احوله الى اس ادونوزايل هوموسستين وهيتحول الايثانولامين الى كولين يكفينا الحد هنا في السايكل دي هو تحويل الجليسين الى كولين باقي السايكل بقى هي طريقة انا برجع بها الكولين تاني الى جليسين انما جوه جسمك انت ما بتحتاجش ان انت ترجع الكولين الى جليسين رغم وجود الانزيم لاننا جسمي بيحتاج الكولين وبيحتاجه بكمية كبيرة جدا لانه هو بيدخل في تركيب مجموعة من المركبات احنا شرحناها قبل كده اسمها فوسفوليبد ودي حاجات very essential لانه هي ليبوتروبيك فاكتور وبالتالي الكولين ليبوتروبيك فاكتور وانا قلت يعني ايه ليبوتروبيك فاكتور ليبوتروبيك فاكتور معناها تراكم الدهون على الكبد بجانب ان برضو الكولين بيدخل في تركيب الاسيطايل كولين في مادة هنا مكتوبة من تحت اسمها جليسين بتين الجليسين بتين دي يا جماعة اللي انتوا شايفينها في السيكل انا مش عايزك تحفظ الرياكشن وحتى تحويل الجليسين الى كولين مش عايز الاسيطايل انا عايز الاسماء بس يعني جليسين سيرين إثانولامين وبعدين كولين بجانب الرياكشن ويحصل على السهم المهم نرجع تاني المادة اللي هي من تحت دي في النص اللي هي اسمها جليسين بتين اعرف ان هي ميسايل دونر يعني اي ميسايل دونر يعني لو في مادة بتتخلق جوة جسمنا ومحتاجة مجموعة ميسايل فواحد من الميسايل دونر اللي بتقدر تدينا مجموعة الميسايل هي الجليسين بتين كل اللي احنا شرحنا ده هو ازاي انا بخلى جليسين طيب الفيت اوف جليسين او الفيت في الجليسين هو الكاتابوليك فيت اوف جليسين يعني كاتابوليك فيت اوف جليسين يعني الجليسين لما يتكسر جوة جسمنا يتحول لايه انا قلت واحد من الكاتابوليك فيت من شوية قلت عن طريق انزيم اسم جليسين كليفج سيستيم او جليسين كليفج انزيم كومبليكس الجليسين بتحول الى كاربون ديوكسايد وامونيا إنما واحد من الكاتابوليك باثويز المهمة تانية اللي لازم نعرفها الرسمة اللي على إيدك اليمين دي إن الجليسين ممكن يحصل له ترانس أمينيشن ويتحول إلى جليوكزاليك أسد اللي أنا قلت عليه من شوية الجليوكزاليك أسد ده بيحصل له أكسيديشن وبيتحول إلى أكسيديشن وبيتحول إلى أكسيديك أسد خد بالك ده معلومة مهمة جدا المفروض يا جماعة إن أنا المهم جوى جسمي هو الجليسين وليس الأكسيديك أسد وبالتالي بدل ما أنا خلق جليسين من أول وجديد المفروض إن كل جليوكزاليك بيتكون جسمك بيعمله الترانس أمينيشن لأن أنا قلت من شوية إن الترانس أمينيشن هو ريفيرسة والرياكشن فهنا المفروض إن الجليوكزاليك هيحصل له ترانس أمينيشن بمساعدة الألنين فهيتحول الجليوكزاليك أسد بقى في مشكلة في الإنزيم اللي هو الترانس أمينيز إنزايم ده اللي أنتوا شايفينه فمش قادر الجليوكزاليك يرجع إلى جليسين هتلاقوا كمية الجليوكزاليك كلها تأكسدت وتحولت إلى أجزاليك أسد والحالة دي بسميها بريماري هيبر أجزالوريا وهو متابوليك ديس أوردر يعني الطفل بيتولد وهو عنده مشكلة في تحويل الجليوكزاليك أسد إلى جليسين وبالتالي الجليوكزاليك أسد بيتأكسد إلى أجزاليك أسد وبيحصل له إكسيكريشن في اليوريخ خد بالك الأجزاليك أسد فيه 2 كاربوكسيليك جروب يعني كاريس 2 نيجاتيب تشارجي فاليه القدرة على أنه يعمل كومبليكسيشن يعني كومبليكسيشن يعني يتحد مع الكالسيوم فيعمل حاجة اسمها كالسيوم أجزاليك ستونز وده ممكن يؤدي إلى ريكارانت ستون فورميشن وريكارانت يورينا ريتراكت انفكشن وممكن اللي قدر الله يؤدي إلى هايبرتينشن ورينال فيليور الكتابوليك فيت التاني وهو برضو رول مهم جدا حاجة احنا بنقول عليها ديتوكسيكيشن باي كونجوجيشن يعني ديتوكسيكيشن باي كونجوجيشن في بعض المواد توكسيك جوة جسمانه فعشان تطلع ويحصل لها اكسيكريشن برا الجسم لازم تمسك مع مادة تانية عشان تقلل التوكسيكيشن بتاعتها وعشان تحولها من ووتر انسوليابول إلى ووتر سوليابول توبي اكسيكريتد ان يورين لان اللي هينزل في اليورين لازم يبقى ووتر سوليابول ففي عندك مادة موجودة في المواد الحافظة بتاعة الأكل اللي احنا احيانا بناكله المادة دي اسمها بنزويك أسد البنزويك أسد ده عشان يطلع برا الجسم بيحصل له كونجوجيشن مع جيلايسن تفاصيل الرياكشن مش مهم اننا ما اعرفه لان ده يوزد اس ليفر فانكشن تست والرياكشن ده بيحصل في الليفر البنزويك أسد اللي موجود في المواد الحافظة بتاع بعض الأكلات اللي احنا بناكلها عشان يحصل له اكسيكريشن برا الجسم بيحصل له اكسيكريشن عن طريق الكونجوجيشن مع الجيلايسن البنزويك أسد لما بيمسك مع الجيلايسن بيدينا حاجة اسمها هيبيوريك أسد وده نوع من الديتوكسيكيشن باي كونجوجيشن راكشن يبقى ده هم الكاتابوليك فيد بتوع الجيلايسن لو بدأنا بقى في الأنابوليك فيد بتاع الجيلايسن ما ننساش أبدا ان اهم وظيفة لأي أمينو أسد هو ان هو بيدخل في تركيب البروتين واحنا شرحنا قبل كده وقلنا ان الجيلايسن ده يعني لو جبنا بروتين زي الكولوجين هتلاقي ان تلت الأمينو أسد اللي داخله في تركيب الكولوجين اللي هو بيمثل بالمناسبة تلت الأمينو البروتينز اللي موجودة جوه اسمها يبقى تلت البروتينز اللي موجودة جوه اسمها كولوجين وتلت الأمينو أسد اللي داخله في تركيب الكولوجين هي الجيلايسن وبالتالي ده حاجة مهمة جدا 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 ما ننساش أبدا ان الانابوليك فيد بتاع اي أمينو أسد أول حاجة لازم اكتب بروتين سنز الحاجة التانية فورميشن أو بيورين رينج البيورين رينجيا دي يا شباب اللي هم الاي والجي بتوعدين نيل والأدنين والجوانين الكربون رقم 4 و 5 والن رقم 7 في البيورين رينج جاية من الجيلايسن أمينو أسد مهم جدا الجيلايسن في تخليق الهيم أو حاجة اسمها بورفايريا ودي احنا يمكن نوهنا لها في المحاضرة بتاعة الكريبس سايكل لما قلنا لكم أحد الامبورتنس بتاعة الكريبس سايكل ان فيها ساكسنايل كو اي بيحصل له كوندنسيشن مع جيلايسن عشان يديني مادة اسمها هيم او الهيم اللي هو بيدخل في تركيب الهيمو جلوبين والمايو جلوبين والحاجات دي كلها اسمها بورفايريا الباثوي والتفاصيل بتاعه ازاي بيحصل كوندنسيشن للجيلايسن مع الساكسنايل كو اي هتاخدوه اكتر في الهيماتولوجي ان شاء الله بلوك الهيماتولوجي انما هنا موقعا اعرف لي ان الساكسنايل كو اي مع الجيلايسن بيحتاج انزيمين مهمين جدا انزيم اسمه ألا سنسيز وانزيم اسمه ألا دي هيدراتيز عشان يخلق حاجة اسمها بورفو بايلينوجين اللي هي بعد كده بتديني هيم ما تركزوش عليها قوي انما نعرف مؤقتا ان الساكسنايل كو اي مع الجيلايسن بيحتاج تو انزيمز واحد اسمه ألا سنسيز ألا ده اختصار أمينو لبيولونيك أسيت ما علينا ألا سنسيز والتاني اسمه ألا دي هيدراتيز وهما الاثنين محتاجين الفيتامين بي سيكس او البي اللي بي از كونزيم يبقى الفيت التالت هو السنسيز اوف هيم او بورفايريا الفيت اللي بعد كده هو السنسيز اوف بايل سولت البايل سولت هتاخدوهم معانا ان شاء الله في الجي اي تي بإذن الله تعالى هتلاقي ان الجيلايسن بيمسك مع حاجة اسمها كوليك أسد وكينو دي اوكسي كوليك أسد عشان يعمل حاجة اسمها جيلايكو كوليك أسد وجيلايكو كينو دي اوكسي كوليك أسد وهما الاثنين دولا بايل سولت اللي هي موجودة في العصارة الصفراوي واحد من الانابوليك فيت التانية بتاعت الجيلايسن هو السنسيز اوف جلوتاثيون ايه هو الجلوتاثيون ده يا جماعة الجلوتاثيون ده هو عبارة عن ترايب بطايد يعني ثلاثة أمينو أسد بيتكون من جلوتاميك أسد وسيستين وجليسين جلوتاميك أسد وسيستين وجليسين السيستين ده هو واحد من السالفر كونتينينج أمينو أسد عشان كده تلاقي الجلوتاثيون اللي هو الترايب بطايد ده اللي هو بيتكون من جلوتاميت وسيستين وجليسين عشان كده أحيانا بقول اسمه جلوتاميل سيستينايل جليسين الاكتف جروب بتاعته هي الـ SH بتاعت السيستين لما بعض أخلاه بخلاه إزاي؟ أجيب الجلوتاميت مع السستين في وجود إنزيم اسمه gamma glutamyl systeine synthase سيديناجناتنا الجلوتاميل systeine اللي هو الجلوتاميت ماسك مع السستين ومادام قلت السستين يا جماعي يبقى السهم بتاعها كسر A2b هيتكسر هنا الى A2b وبعدين هدخل عليهم الجليسين في وجود إنزيم اسمه glutathione synthase ومادام قلت السستين برضي يبقى السهم بتاعها لازم يبقى فيه AtB فأحول الجاما جلوتاميل سيستين إلى جلوتاسيون الجلوتاسيون ده الناتج في الغالب بقول عليه جلوتاسيون رديوزد جلوتاسيون رديوزد وبرمز له إلى جي اس اتش جي اس اتش من أهم الوظائب بتاعت الجلوتاسيون يا جماعة أنه هو مادة انتي اكسيدان يعني انتي اكسيدان أو باختصار يعني هي مادة فيها اتش يعني أنا لو جبت اتنين جزئ جلوتاسيون تو جي اس اتش زي ما مكتوب عندكم فوق له رديوزد جلوتاسيون له القدرة على انه يتبرع باثنين هيدروجين مثلا لمادة زي الهايدروجين بيروكسايد اللي هو الاتش تو او تو ووجود انزيم اسمه جلوتاسيون بيروكسيديز عشان يحول الهايدروجين بيروكسايد إلى مية وفي نفس الوقت هيتحول الجلوتاسيون اللي هو جي اس اتش إلى جي اس اس جي لانه كل جزئ منهم فقط اتش فعوض ببوند بين الاس والاتش فتحول الريديوزد جلوتاسيون اللي هو جي اس اتش إلى جي اس اس جي اللي هو الاكسوديزد جلوتاسيون الاكسوديزد جلوتاسيون جوا جسمنا مليهش اهمية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق له انزيم خاص به اسمه جلوتاسيون هيروح مدي الجلوتاسيون اكسوديزد اللي هو جي اس اس جي اتنين اتش من الناد بي اتش اتش بلاس فيحول ال جي اس اس جي الى جي اس اتش يبقى الجلوتاسيون اللي هو الطريب الطايد ده الاكتف جروب بتاعته هي الاس اتش جروب وهو مادة انتي اكسيدان او ليه رول مهم جدا في عملية الريدوكشن لانه هو بيحتوي على هيدروجين ممكن يدورع بيها بس زي ما قلنا يعني مثال اللي هو الجلوتاسيون بيروكسوديز بيحول الهايدروجين بيروكسايد الى مية بس الريديوز دو جلوتاسيون بيتحول الى اوكسوديز جلوتاسيون اللي هو لازم يرجع تاني عن طريق انزيم اسم جلوتاسيون اوكسيديز اه سوري جلوتاسيون ريداكتيز انزيم منساش المعلومة ايه هي الفانكشنز اصلا بتاعت الجلوتاسيون الجلوتاسيون دي فانكشنز كتيرة جدا يا جماعة والمفروض ان احنا مع الوقت والحد سنة ثالثة ان شاء الله هناخد معظم الفانكشنز دي بالتفصيل انما مؤقتا اعرفوا لي ان الجلوتاسيون اللي يرول مهم جدا في الامينو اسد ترانسفورشن وابزوربشن يعني الامينو اسد لما بيقعد يحصل له ابزوربشن من الانتستل الجلوتاسيون بيدخل في حاجة اسمها جاما جلوتاميل سايكل او جلوتاسيون سايكل بيساعد على الابزوربشن بتاع الامينو اسد الجلوتاسيون هو كو انزيم لمجموعة مهمة من الانزيمات منها الهيمسينسيس ومنها انزيم اخدته في اسمه مالايل اسيتو اسيتات ايزو ميريز والجلايكو جنسيز انزيم والجلايكو زليز يبقى هو كو انزيم لمجموعة من الانزيمات مشا نسألك فيهم بيدخل في تركيب مجموعة من الهورمونز لايك اسمها ليكوتراينز بيدخل في حاجة اسمها دي توكسيكيشن باي كونجوجيشن ودي اللي انا لسه شرحها مع الجلايسم من شوية يعني في مادة توكسيك والمادة دي عشان عمل لها اكسيكريشن برا الجسم لازم امسكها مع حاجة تانية عشان تقلل التوكسيكيشن بتاعتها وتزود الووتر فواحد من الحاجات اللي ممكن تمسك معاه مادة توكسيك عشان تيساعد على الاكسيكريشن بتاعها هو الجلوطة سايوة عشان كده العملية اسمها دي توكسيكيشن باي كونجوجيشن الاهم بقى هو اللي انا قلت عليه من شوية انه هو هيدروجين دونر في الاكسيديشن ردكشن رياجشن لان انا قلت الاكتف جروب بتاعته هي الاس اتش فهو بيحتوي على اتش ممكن يتبرع بيها بس خد بالك فيه لي سبسيك امبورتانس يعني واحدة من الحاجات المهمة جدا انه وجود الجلوطة سايوة جوه الاربسيز بيمنع الاكسيديشن بتاع الهيموغلوبين الهيموغلوبين خد بالك باي هيدروجين بيروكسايد اللي هو الرياكشن اللي لها لسه شرحه من شوية لانه هو بيتخلص من الهيدروجين بيروكسايد عن طريق انزيم اسمه جلوطة سايوون بيروكسايد بيحوله الى مية انما النقطة دي مهمة جدا تاخد بالك انه واحد من الحاجات اللي بيحمل هيموغلوبين من الاكسيديشن لان الهيموغلوبين لو حصل له اكسيديشن هيبقى هموغلوبين هو الجلوطة سايون الحاجة التانية هو بيحمل سيل ميمبران بتاع الخلية من الاكسيديشن برضو وواحدة من السيل ميمبران اللي بيحميها من الأوكسيديشن بحاجة زي الهايدروجين بربسايد اللي هو الـ H2O2 هو السلميمبرين بتاع الـ RBC وبالتالي لو فيه لا قدر الله سبب أو لآخر الجلوتاثيون لا ينتج مثلا أو الـ reaction اللي بيحول الجلوتاثيون من أكسيديزت إلى رديوز دي مش موجود لأن احنا اتفقنا من الـ functioning واللي هيؤد وظيفة هو الـ Reduce اللي هو الـ GSH وبالتالي هيحصل هيموليسيز تكسير للـ cell membrane بتاع الـ RBC وده هتأخذها في حالة في الهيمتولوجي بإذن الله اسمها فافيزم أو أنيميا الفول أو اسمها G6BD Efficiency Anemia واحدة من الـ functions الثانية المهمة جدا اللي هي related لأنه هو هيدروجين دونر إنه هو مهم جدا في حماية الـ SH group أو الـ active site بتاع بعض الـ enzymes هو anti-oxidant يا جماعة وبالتالي أنتم عارفين كتير جدا من الإنزيمات زي الجليسرالدهايد سيريفوسفيد دي هيدروجينيز اللي احنا أخذنا في الـ glycolysis الـ active group بتاعته هي الـ SH فهي معرضة أن يحصل لها oxidation الجلوتاسيون بيضحب نفسه ويتأكسد هو في مقابل أنه يحافظ على الـ SH group بتاعت الإنزيمات دي وبالتالي هو anti-oxidant الحاجة الثانية المهمة الإنسولين يا جماعة لما أخذنا الـ structure بتاعه عرفنا أنه عبارة عن 2-bully peptided chain مسكين مع بعض بـ 2-dysulfide bond فالإنسولين طلع عشان يقد وظيفة اللي هو الـ active insulin ده الـ 2-bully peptided chain حاجة اسمها alpha chain أو H chain وحاجة اسمها beta chain مسكين مع بعض بـ 2-dysulfide bond عشان أحول الإنسولين من active إلى inactive أنا لازم أفصل الـ 2-bully peptided chain عن بعضهم كيف سنقل لكل S منهم هيدروجين فالإنزيم اسمه insulin glutathione transhydrogenase هيدخل 4 جزء من الجلوتاسيون كل جزء منهم هيددي H الـ S من دول سيحولها إلى SH يعني من النهاية أنا فصلت الـ 2-bully peptided chain بتوع الإنسولين عن بعضهم وبالتالي أنا حولت الإنسولين من active إلى inactive يبقى دي أحد برضو المهمة جدا بجانب أن الجلوتاسيون لأنه هو anti-oxidant فهو بيحمي الـ beta cells of Langerhans من لو في حاجة oxidant أو لو في مادة توكسيك لها وهتدمرها زي الألوزان زي إيه؟ الألوزان طيب واحد من الأنابوليك فيت المهمة جدا 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 برضو من الجليسين هو Senses of Caryatin and Caryatinine أو الكرياتين يعني إيه حكاية الكرياتين ده يا جماعة؟ بصوا معي على الرسمة ما هيقها تلمص دي من الجليسين ومن الجليسين من الإراجنيين ومن الجليسين بمساعدة الميثايونين jamino acid الميثايونين هنا أنا بس تليه Ohmice focused Ones هياخد مجموعة الجوانيدو من الأرجينين ہينقلها على الجليس انفهดين حاجة اسمها جوانيدو أسيتك أسد الجوانيدو أسيتك أسد ده هيروح لليفر عن طريق انزيم اسمه جوانيدو أستيت ميسايل ترانس فرريس في الليفر هياخد مجموعة ميسايل من سام اللي هو الاسردينوظيم ميساينين هيتحول الجوانيدو أسيتك أسد لما تسمها كرياتم الكرياتن ده هيسيب الليفر ويروح للبلد ومن البلد هيروح ليه المصل مثل الكرياتن في المصل ايه يا جماعة؟ مثل الكرياتن في المصل ان ديورين جريست الكرياتن ده عن طريق انزيم اسمه كرياتن كاينيز انزيم الكرياتن كاينيز انزيم هيضيف مجموعة فوسفيت الكرياتن كاينيز انزيم ده اخد بالك احنا خدناه اللي هو الـ CK أو الـ CBK اللي هو عرفنا أنه ليه ثلاثة أيزومارز اللي هو الـ MM والـ MB والـ BB خدناها في الإنزيمولوجي في الأيزوزين بالتفصيل المهم الكرياتين كينيز أو الكرياتين فوسفو كينيز ده في الماصل دورين جريست هيحول الكرياتين لحاجة اسمها فوسفو كرياتين الفوسفو كرياتين ده مادة اسمها فوسفاجين مادة اسمها إيه فوسفاجين يعني مادة اسمها فوسفاجين يعني مادة بتحتوي على فوسفيت والفوسفيت فيها ماسك بهاي انرجي بوند ماسك بهاي انرجي بوند فتلاقي ديوريج مصر الكنتراكشن هيجي انزيم اسمه ATB كريات انترانس فوسفوريوليز اهو اللي هي الپوينت الثالث عندكم ATB كريات انترانس فوسفوريوليز هيروح واخد الفوسفيت من الفوسفو كريات يحملها على ADB هيروح مديني ATB ده خلق ATB ده نوع من الفوسفوريوليشن يا جماعة اللي انتو اخدتوه قبل كده اسمه سابستريت ليبل فوسفوريوليشن اللي هو الATP بيتكون مغاشرة على مستوى التفاعل من غير مدخل في الريسبيراتوري تشين هنا بقى لما بيتكون الATP المصل بتستخدمه بسرعة على ما الجلايكوجين يبدأ يتكسر والفاتي أسد يحصل لأوكسيديشن ويطلع ناد HH بلاس والأوكسيديت الفوسفوريوليشن تحصل يبقى هو سابستريت ليبل تاني الكرياتني يا جماعة بيتكون من أو بيتخلع من الارجينين والجلايسن في الكدني عن طريق انزيم اسمه ارجينين جلايسن اللي هو مكتوب على الكدني ده والاختصار بتاعنا كاتبه فوق ارجينين جلايسن أميدو ترانس في الريز هيتحول لجوانيد واسيتك أسد الجوانيد واسيتك أسد هيسيب الكدني ويروح للليفر هيحصل له ترانس ميصايليشن قديني بقول هيحصل له ترانس ميصايليشن عن طريق انزيم اسمه جوانيد واسيتيت مثيل ترانس في الريز الميصايل دونر بتاعي مادة اسمها سام اللي هي السعدوينوزع الميصايونين هتتحول إلى ساه السعدوينوزع الهومو سيتين المهم لما حصل له مثيليشن هيتحول الجوانيد واسيتك أسد إلى كرياتين الكرياتين هيسيب الليفر ويروح للبلد ومن البلد هيروح يتخزن فيه similar مسل ميصتوا في المصل fair أن أول ما الكرياتين يروح داخل المصل الكرياتين كينيز انظيم هناك يشتغل يحمل فوسفيت على الكرياتن فيخزينه في صورة فوسفو كرياتن الفوسفو كرياتن ده يا جبعة أنا قلت هو مادة اسمها فوسفاجين وفوسفاجين معناها مادة تحتوي على فوسفيت والفوسفيت ماسك بهاي انرجي بوند فلما أعد أطلعه من المادة دي هطلعه متحمل على ADP عشان يديني ADP والعملية اسمها سبستريت ليبل فوسفوريوليش ده بيحصل فعلا؟ آه بيحصل فعلا دورينج ماصل كونتراكشن فيه انظيم مهم جدا مكتوب في الpoint رقم 3 عندكم اسمه ATP كرياتن ترانس فوسفوريوليز هيروح واخد الفوسفيت من الفوسفو كرياتن يحملها على ADP فيديني ADP والتفاعل ده اسمه سبستريت ليبل فوسفوريوليش ما تنساش أبدا ودي حاجة مهمة جدا ليك كطبيب ان واحد الاثنين في المية من الكرياتن فوسفيت يوميا بتفقد الفوسفيت ويحصل لها دي هيدريشن يعني تفقد مية كمان وتتحول لمادة سايكلك اسمها كرياتنين اللي هي في الرسمة في الماصل من تحت دي اسمها ايه كرياتنين ما للكرياتنين الكرياتنين ده يسيب الماصل ويروح للبلد ومن البلد يروح يحصل له كليرانس بالكيدني وينزل فيه اليورين مهمة الحكاية دي دكتور خالد اه مهمة الكرياتنين اللي بيتخلق ده يا جماعة ما يقدرش جسمك يتخلص منه برا الجسم الا عن طريق الكيدني وبالتالي احنا بنستخدمه اس كيدني فانكشن تيست يعني لما واحد يقول لك روح اعمل وظائف كلا وظائف الكلا دول حاجتين وحاجة خدناها في اليورية سايكل اللي هي اليورية الحاجة التانية الاهم بقى هي الكرياتنين والكرياتنين اهم ليه؟ لانه هو ناتج من الميتابوليزم جوه الجسم لا يخضع للبروتين اللي انت بتاكله عكس اليورية يعني الليفل بتاع اليورية هتلاقي الرينج بتاعه كبير قوي من 20 الى 40 ميلي جرام برديسي ليتر من 20 الى 40 ورينج كبير وفي نفس الوقت الليفل بتاعه في الدم بيتغير على حسب كمية البروتين اللي انت بتاكلها وهل جسمك محتاجه ولا مش محتاجه فيعمله كتابوليزم انما الكرياتنين هنا ناتج بس من جوه الجسم من المصل وبالتالي ما بيتأثرش باي عوامل خارجية تقريبا الكرياتنين الليفل بتاعه في الدم قد ايه؟ الليفل بتاعه في الدم هتلاقيه إن ميل اعلى من الفيميل لانه هو بتكون في المصل وانتوا عارفين المصل بلك إن ميل مور زين في ميل وبالتالي الليفل بتاعه إن ميل ممكن تلاقيه من 9 من 10 إلى 1 و 2 من 10 إنما هتلاقي الليفل بتاعه في الفيميل قليل شوية يعني بيبدأ من 6 من 10 ممكن يوصل لـ 8 من 10 إلى 9 من 10 أو حتى لو 1 و 2 من 10 فهو بنعتبره إن هو طبيعي ما نساش أبدا إن الكليرنس بتاع الكرياتنين كرياتنين وليس الكرياتنين من البلد بيبقى عن طريق الكدني وبالتالي أنا بستخدمه هل الكرياتن دي يا جماعة ممكن يزيد في البلد؟ قال لك آه ممكن يزيد في البلد في أحوال معينة زي في الأطفال وفي الحوامل أو بعد الولادة وفي بعض أنواع الـ مثل الـ أشكركم شكرا جزيلا دي كانت محاضرة مهمة جدا وهي أرجو أن أكون بسطتها كان معاكم الدكتور خالد مهني تحياتي شكرا جزيلا